السلام عليكم ورحبا بكم معي في القناة نتمنى تكونوا باخر والاخر وانتما تشاهدوا فيديو هذا اليوم يم شاء الله كنقتر عليكم حلوة لكي تجي رائعة بمكون لكي يعطيه لده لا تشبعوش منها واحد منكالي منفهومات نتمنى انكم تشربواتنا لإعجابكم بلما نزيد نطول اليكم نمشون ونشوفوا المقادر وطريقة تحضر وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله في المقادر ستحتاج 120 كرام زبدة انا اخذت المارغارين او لده استعملوا اي مارغارين توجد عندكم نضيف لي كيس من سكر فاني نزيد اليوم من كأس لربع سكر حبيبات ورشة من الملح ونخلط هذه العناصر كلها مع بعضها حتى نضيف السكر مع الزبدة نضيف نضيف كأس لربع نباتية ونضيف زبدة نضيف زبدة نضيف زبدة مارغارين وزبدة نضيف زبدة عجينة سوف نحص نضيف اليوم ميلادي البيض نضيف مكونات جيدة نضيف مكونات جيدة نضيف ملعقة كبيرة بودرة الحليب المجفف ملعقة كبيرة بودرة الحليب المجفف نضيف ملعقة كبيرة بودرة الحليب المجفف نضيف مكونات جيدة نضيف ملعقة كبيرة بودرة الحليب المجفف نضيف كم شابه في الحلوى انا اتمنى ان تجربوا لكي تبنيوا مزيان في الحلوى اللي تجي رائع سوف نضيف اضافة بالتدريج نضيف كيس من خميرة الحلوى 8 غ نضيف دقيق بالتدريج دائما العجينة نجمع الخالط حتى تحصل على واحد القاوم اللي يكون لين نضيف نضيف دائما بلد لكي تكون ناشفة لكي نعرف القاوم العجينة ومازال خاصة ومازال خاصة بالتقل بالتقل لا تحتاج دقيق لدينا الجوانب ونضيف العجينة باستغلط سكر حبيبات ونضيف نشكل كهويرات هنا قدرتهم متوسطين حيث عندي الطابعة شوية عريض لكي تجيني الحلوة طبعة فيها كلها دائرة سوف نفوت الحلوة في سنيدة ونوضحها في صينية هذا هو الطابعة اللي استعملت يمكنكم استعملوا أي طابعة عندكم ونطبع بها الطريقة ونكمل بنفس الطريقة حتى نسلي الكمية كاملة اللي اندي دي العاجي ونكمله ونكمله شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا على القناة اشتركوا الاجتماعي سكرا الاجتماعي بعد ساعدة كمية جدا نضغط الفرن على نار ونقص عليها ونقص عليها ونقوم بإمكانها تحمر من الأسفل ونزلها تحمر من فوق ونقدمها وشكل نهائي لكن لم تكن معي ونقوم بإمكانها مضغبة ونقوم بإمكانكم بإمكانكم جيدا نجربوا إجابكم ونقرمشة في نفس الوقت بالنسبة للحبات فهذه هي الكمية اللي خرجت معي كلها كشكركم دائما للمشاهدة والمتابعة نتلقوا في الوصفة الجاية إن شاء الله خليت لكم الراحة بصحة والراحة ومع السلامة